المواقف الحزام السياسية بتكلم عنها الآن هي مواقف جاد انا افتكر رتيجة لقراءة يعني خاصة بكل حزب اللي هما من خلال موقفهم يعني في بعض الناس اصلا هما جزء من العملية السياسية وبالتالي موالين للحكومة يعني او جزء من الحكومة القائمة الموجودة وديل بعضهم واضح انه في تردد في هذه الحزام بعضهم يفتكر انه الآن كأنما الحكومة دي خلاص هي غرقة يعني هو نظام على زوال يعني فهي بتحاول انها تتخذ مواقف تخرج من الصائد الفوق اللي هي مع الحكومة يعني واخرين اصلا هما يعني موجودين خارج الحكومة مثلا وعندهم موقف من الحوار مثلا ديل برضو هما يعني اصبحوا منحازين بصورة كبيرة جدا لفكرة الاحتياجات والتظاهر وكذا بالمعنى السياسي يعني لانه بصعلا هما اثروا تأثير كبير جدا وكذلك الناس الخارج النظام ذكرناهم اللي هم احزاب هو الاجماع الوطني اللي هي خارج اصلا خارج النظام في تقدير الخاص لانهما عندهم رأي في العملية السياسية ورأي في النظام الموجود نالك احزاب لم تشاركوا هي عزاب معارضة واصلا هي يعني ما عندها اي تواصل مع حتى مع مع الاطراف الموجودة في الحوار يعني هي ضد الحوار حتى مع الحزب الحاكم مثلا خلينا نقول فبالتالي ديل ديل اصلا هما ديل كانوا اصلا الدعمين الاساسيين الان مما بدأت الاحتياجات هما كانوا دعمين اساسيين للمسألة ويعني اعلنوا عن ذلك صراحة واخرجوا بيانات ومواقف وكذا يعني فانا افتكر انه الهي التباين اللي بتكلم عنه الان معناه في ناس لسا محافظين على الموقف من العملية السياسية الحاضرة الموقف الحكومة الموجود برضو بالتحافظات ذكرتها قبيرة اللي هي دي ما فيها خلاف بين كل القوى السياسية لكن حقيقة الان كونك تتخرج من طرف وتدخل في الطرف الثاني دي تحدي كبير جدا هذا محور سنعود سنعود اليه ان شاء الله ولكن يعني دكتور عمر يعني قبل نسألك عن خروج بعض الاحزاب من الحكومة والحوار الوطني نتحدث عن الحوار الوطني الذي ايده لجميع وكل الناس تحدثوا عن هو المخرج الوحيد لأزمات البلد يعني كيف تنظر له وأنت يعني متخصص في العلوم السياسية هذا الحوار السوداني الأصيل الذي انطلق يعني بدون يعني نسمه تدخلات خارجية وسطات خارجية اجتمعوا أهل السودان ككل ووضعوا هذا الحوار السوداني ولما شملهم لفترة طويلة وخرج بالعديد من المحاول الاختصادية والسياسية والأمنية خيب أنا أفتكرين صراحة أستاذ خليل أنه الحوار الوطني يعني يعني الناس ما وصلوا له بسهولة يعني نتكلم عن أكثر من كمه عشرين سنة للنظام مثلا في الحكم بمراحل المختلف الحصة تتطور في النظام من حزب يعني من عسكري لحزب واحد لمجموعة حساب من سورية يعني لا أقول في تطور كان حاصل موجود وأنا أفتكر أنه برضو تطور هذا ما حصل بسهولة يعني برضو كان في دور كبير جدا أنا أفتكر أنه للقوى السياسية المختلفة الموجودة في دور حتى داخل النظام لبعض يعني الأطراف ذات الرأي وذات الأثر وذات يعني أنا أفتكر أنه عندهم مواقف متقدمة جدا في النظر للشكل للعملية السياسية المفروض يحصل يعني في تنازلات حصلت كثير جدا أنا أفتكر أنه من قبل النظام السياسي حتى في النظام القايم في هذه الأمور في تنازلات فكرية حصلت في تنازلات سياسية حصلت فالناس وصلوا للمرحلة هذه أنا أفتكر وهي فيها أعتراف حقيقية بأنه مشكلة البلد مشكلة سياسية والمشكلة السياسية متمثلة في المشاركة السياسية أنك تماما ممكن البلد لا أصلا يمكن أن يدير حزب ولا تدير مجموعة بتاعة حزاب يعني وبالتالي لا بد من أنه يحصل فيها فعلا توسيع لقاعدة المشاركة السياسية وإعادة وضع قواعد جديدة تكون حقيقة فيها نوع من العدالة والمساواة وتدي مساحة أكبر للقوة السياسية في المشاركة فأنا أفتكر دي الخلاصة لوصلوا لها الناس في الحوار الوطني ومن خلال ذلك أنا أفتكر طلعوا بخريطة الطريق واضحة جدا صحيح الناس بيتكلموا العملية كبيرة جدا إنه والله لساعة مثلا ما كانت الانفتاح ما كان بالمستوى المطلوب في تعثر في كثير من التنفيذ لمقريات الحوار الوطني لكن في نهاية الرؤية واضحة الخط واضح ولكن يا دكتور دل بخلنا عفوا يعني هذه العملية الحوارية والحوار أفرز حكومة الحوار الوطني يعني الناس شاركوا من خلال الحوار الوطني في حكومة الوفاق الوطني والحوار الوطني ما أنا بقول ده جزء من خارط الطريق الأفصل يتفقوا على الناس يعني صراحة أنا شوف العمل السياسي في البلدي صراحة فوقه غبشة كثير جدا فوقه غبشة كبيرة يعني ما بفتكر أنه العمل السياسي ما قايم على خطوط واضحة صراحة يعني وده يمكن ناتج للتكونات والتشكلات الموجودة ناتج لطبيعة النظام السياسي الموجود ناتج لطبيعة الثقافة السياسية اللي عندنا لكن صراحة نحن محتاجين لثقافة يعني حقيقة ضد مساحة للعمل المشترك نحن برضو عندنا كثير من الأدواء اللي بتخلي والله الثنائيات الشعور بينه السلطة الناس بيركزوا على أكتر من أي قضايا أخرى يعني انت في قضايا الحكم ده عنده أهداف يفترض تحققه نعم فالناس يعني أنا لقول صراحة واحدة من عيوبنا السياسية من يحكم أكبر من الجهد اللي يبذل في أنه كيف نضع قواعد تمكن الناس من المشاركة بصورة تدي المواطن الحق في الاختيار الناس بقدر أعلى يعني عشان كده قاعدين نشعر بأنه شوف يعني للأسف الشديد واحدة من ثقافتنا السياسية نحن الحاكم عندنا ما قاعد نشعر أنه المواطن هو الجاب يعني هو اللي اختار يعني للأسف يعني يعني أقول الكلام ده جبت نفسك بين نفسك وإنت لصاحبه وشحكنا فدي كلها أشياء بتدي بتخلي الصلة بين المواطن اللي يفترض يكون صاحب المحور الأساسي للعملية السياسية في البلد بيبقى هو ضعيف جدا ويبقى بعد ذلك الصراع اللي هي بآلة السلطة في أنك أنت من يعني الصراع ما بين السياسيين والمواطن بعيدا عن هذه المسألة يعني صراحة أنا أفتكر أنه أنه إحنا لسه محتاجين عشان كده أنا الآن يعني من أن صار في أصوات عاقلة جدا في المحيط عندنا في الوسط المفكرين والمثقفين وكده يعني مثلا زي دكتورة نور حمد مثلا زي أستاذ سيد أحمد ونور حمد دعا لأن الناس يشاركوا في انتخابات عشرين وعشرين اللي هو ده كلام تنافسه من خلال صندوق الانتخابات ده الخط البدعم على العملية السياسية وبوصلها لنهاياتك واللي هو بيشتغل على أنك عايز يعني تخط حد لحكم النظام الآن في الثلاثين سنة للمرضى المرضى مثلا